انتو لسه مع الكتالوج مع سارة النجار على نجوم افقام ونجوم افقام تيفي نجوم افقام على كيفك لسه مكملينا معاكو في الكتالوج بقى وكل الناس اللي بعثت لنا اسئلتها وكل الناس اللي محتارة في السنوية العامة سواء اولياء امور مش عارفين يتعاملوا ازاي او سواء طلبة مش عارفين يتفكروا في الموضوع بشكل سليم او عن مثلا بيتعرضوا ان اولياء امورهم حتى عمل لهم ضغط عليهم هنتكلم في كل ده منورنا في الستوديو دكتور ايهاب ماجد استشاري الصحة النفسية والاشادر اسري والتربوي ازاي حضرتك اهلا بيك يا سوري عاملي ايه الاخبار بهنيكي طبعا جدا على البرنامج برنامج توعية رائع جدا ان احنا نكلم الناس عن نفسها يعني دي من اكتر الحاجات اللي احنا محتاجين فعلا ان الناس تفهم نفسها فانا يعني مقصوط ان انا واجود معايا شكرا اخونا ايخليك دلوقتي بقى فترة سنوية عامة والناس يعني سنوية عامة دايما عفريت لكل الناس ودايما بيبقى شايلين همها جدا السنة دي كمان كانت الموضوع اكتر فعايزين نبتدي كده من الاول من قبل ما نروح لما بعد النتيجة من قبل ما انا خلاص في اول سنوي او في تانية سنوي وفي سنوية عامة كوالية امر انا ازاي اقهل ابني او بنتي انه المرحلة دي عادية انه عادي المجموع اللي انت جبته طبيعي التأهيل دا يبقى عامل ازاي بوسي خاليني عشان الناس تبقى عارفة ايه هي السنوية العامة والنتائج اللي هتعود علي بعد كده عايزك تسأل نفسك سؤال هو انت دلوقتي عايز امن الدنيا يعني كل الناس اللي هي خلاص اتجوزت وخلفت واشتغلت وكده وانا شغال وماشي الحياة ماشي يا بي انا عايز امن الدنيا لما نيجي نفكر كده احنا عايزين امن الدنيا هنلاقي اول حاجة احنا عايزين راحة البال احنا عايزين نعيش في سعادة احنا عايزين نكون راضين عن نفسنا مهما كنت بقى انا شغال في شغلانا قليلة شغلانا كبيرة انا معايا فلوس مش معايا فلوس لما هنيجي ندور في الاخر انا بحاول اخد بعض الوسائل زي مثلا اقول ايه ان انا لما هنجح في شغلي هيبقى عندي راحة بال ان انا لما يبقى معايا فلوس هيبقى عندي راحت بال ان انا لما خش الكلية الفلانية وبعدين بعد الكلية دي هتجوز وهعمل هيبقى عندي راحت بال فاحنا لما تيجي بقى نقول لكل اب وكل ام انت حاليا عايز ايه من الدنيا انت عايز راحت البال انت عايز السعادة انت عايز تحس ان انت راضي عن نفسك فالهدف الاساسي من الحياة ان انت تكون سعيد فانا عايز اوصل رسالة لكل اب والكل ام الاهم بالنسبة لك أن أنت يبقى عندك صحة نفسية لولادك في النهاية بقى عندهم إيه عندهم القدرة على أن هم يعيشوا مبسوطين وعندهم صحة نفسية ومتوازنين في الحياة ولا الأهم بالنسبة لك أنه يكون مثلا مع دكتوراه بس هو تعيس بس هو مش قادر يحقق ذاته بس هو مش راضي عن نفسه وأهم من ده كمان الأهم بالنسبة لك أنه يكون جاي بدرجات عالية جدا وطالع الأول بس علاقتك بسيئة هو بيكرهك وبيكره المذاكرة وما فيش تواصل بينك وبينه فإيه الأهم هي أهم حاجة أن أنا عشان أقدر أن أنا أوصل للمفهوم ده لأولياء الأمور عندنا مشكلة كبيرة جدا صدقيني بتقابلني في العيادة وبتقابلني في كل مكان أي أم وأي أب بيجي لي بيقول لي إيه ابني ما بيذاكرش يعني أنا نهاردة كان لسه عندي حالة نهاردة الولد عنده هلاوس يعني بص الولد عنده هلاوس الولد عنده 12 سنة عنده هلاوس بيسمع حاجات مش موجودة وعنده مشاكل كبيرة جدا مع الأب عايز ينتقم من الأب وفي النهاية عنده شوية صعوبات تعلم يعني مش شاطر في المدرسة فأنا طبعا هممني جدا الهلاوس دي وهممني جدا مع علاقته أنه هو عايز ينتقم من بابا يعني فهم وبعدين تقول لي طب الأم تقول لي طب وبعدين إحنا هنعمل ليه في صعوبات التعلم تلقى صعوبات التعلم ايه يعني نحضك عنده مشاكل أكتر بكتير من المذاكرة فهي الفكرة دي اللي أنا عايز أوصلها لكل أب والكل أم إنت إيه الأهم بالنسبة لك إن أنا ابني يكون عايز سعيد في حياته راضي عن نفسه محقق ذاته وإن أنا علاقة بي تكون كويسة وده مهم جدا ولا إن هو يكون متفوق في المدرسة متفوق في الدراسة للأسف بقى إحنا عندنا بنعمل إيه؟ إحنا كجبار كده لما الناس اللي سامعيني دي تلوقت تقول لي أقول لك مثلا إحنا عارفين أهمية الكتاب إحنا عارفين يعني أهمية القراءة كلنا عارفين كده لما تيجي تسألي حد طب إنت بتكرأ؟ لا أنا مش بكرأ ليه؟ ما تيجي نفتكر كده الكتاب بيحفز عندك إيه؟ الكتاب لما أنت تيجي تمسك الكتاب لا شعوريا أنت بتفتكر الضغط اللي كانوا بيمرسوه علي وأنا صغير أنت عقلك أصلا بيجيب كل الألم النفس اللي أنت كنت فيه وقت المذاكرة اتقل لي يا فاشل وتقل لي بكل ألفاظ الحيوانات اللي ممكن تسعها بالدنيا وتقل لي بقى قابلني لو بقى قابلني وضرب وأنا في النهاية بقى عايز أقول إيه؟ إحنا بنحب الأشياء وبنكرهها إزاي؟ إحنا في عندنا قوتين بيتحكموا في الإنسان قوة اسمها قوة الألم و قوة اسمها قوة المتعة إحنا بنعمل أي حاجة في الدنيا فكري فيها كده أي حاجة في الدنيا يأما أن إحنا بنتجنب الألم يأما أن إحنا رаюحين نحصل على الصعادة لو أنا مثلا عايز أعمل نظام غذائي عشان عايز أخس أنا يأما حكتين يأما أن أنا بتجنب ألم السمنة والمرض والماس تتاريق علي وتشوفني كده يأما أن أنا عايز أوصل للجسم الراشيق اللي يديني إحساس بالسحة و يديني إحساس بالسقة بالنفس فده أنا عايز أحصل على المتعة وده أنا عايز أبعد عن الألم اللي بيحصل إيه بقى إن إحنا من وإحنا صغيرين تلاقي الأم عندها طفل عنده 3-4 سنين ما بيذكرش هيذكر يا ماما ده لسه ده لسه في البداية قوي ده في أول ابتدائي وما بيذكرش حضرتك إحنا ده ما بيعودش معايا ساعة أصلا على المذاكرة تعرف أن في بعض الدراسات بتقول إن أنا مفروض أول حاجة فيه دراسة بتقول إيه إن إحنا وقت التركيز بتاعنا بيبدأ من عند دقيقة أبدأ من الصف لحد 25 دقيقة دي أعلى نقطة التركيز بعد 25 دقيقة أبدأ أنزل في بقى دراسة تانية مكملة بتقول إن الأطفال مفروض إن أنا ما يعودوش مثلا عنده 4-4 سنين يقعد 4 دقايق عنده 5 سنين يقعد 5 دقايق عنده 10 سنين يقعد 10 دقايق ويفصل أنا بيقولك إن أنت ما تزاكلوش بس يقعد 10 دقايق ماكسيمم هيقعد 25 دقيقة ويعمل إيه؟ ويفصل تدي له بريك 5 دقايق وبعدين رجعه إحنا بقى بنقعد الطفل منه وهو عنده فعلا 3-4 سنين المذاكرة لإن إحنا عندنا شكل معين من نوع المذاكرة هو لازم يقعد الـ 12 ساعة قاعد على الكتاب أنا بيجيب له الأكل على الطرابيزة وبيطلع بس الويك أند هو اللي يخرج فيه هو كده شاطر أما أنا بحس إنه كل حد لي الطريقة بتاعته في المذاكرة يعني فيه ناس هي فهمها سريع فهو خلاص هو قاعد العشر دقايق أو الربع ساعة خلاص فيهم الدنيا إيه ومشي الناس اللي بتبقى مثلا فرط حركة شوية أو هم أسكية أكتر فيه ناس تبقى أسكية اللي بنلاقيها حتى دايما اللي هو ابني يقعد عشر دقايق ويحل أكتر من أخوه اللي بيقعد 3-4 ساعات صحيح فإحنا دايما بحس إنه إحنا بنعمم شكل كده من نمط المذاكرة وخلاص لو ابني مش بيذاكر بالنمط ده يبقى هو عنده مشكلة فإحنا لما بنعمل بقى كده بنعمل هو عنده مشكلة فأنا بحاول أعملي أنا بقى بحاول إن أنا أزعى وبحاول إن أنا أضرب وبحاول إن أنا أقول له ركز وإنت ما بتفهمش وإنت في النهاية المذاكرة هنا اتربطت بإيه الكورسي ده اللي أنا قاعد عليه على الصفرة ده بقى ذاكرة عليه أو على المكتب بتاعي الكورسي ده اتربط عندي بحالة من القلم النفسي صحيح فمجرد إن أنا قاجي قعد على الكورسي أحس بقى إن دماغي دي أفلت خلاص أنا مش طايق نفسي أنا مش طايق المذاكرة أنا خمسة في خمسة في كام أنا ما بعرفش ده أحيانا كمان تلاقي مثلاً أم دي كانت حصلة قدامي مثلاً الولد بتقول له خمسة في خمسة في كام فعمل كده خمسة وعشرين راحت شهلت له هي دي مستهلة إن أنت تتأخر ده كله يعني عامل لك أكتر من كده ما أنا جاوبت صح صح مش كفع وغلط مش نفع جاوبت صح بالسبوت قياسي يعني آه لازم بسرعة راحنا كنا بنذاكرها فالمشكلة إن أنا ربطت المذاكرة بإيه ربطت المذاكرة بألم نفسي إيه بقى هنا المشكلة الأساسية كمان إن الولد كره المذاكرة ماشي وكره العلاقة مع أماما اللي بتذاكريه عشان كده أنا بنصح أي أم مش عارفة تسيطر على نفسها في وقت المذاكرة مع أولادها أنت لازم تستعيني بحد ما ينفعش إن أنت تذكريه لأن أنت بتخساري علاقتك معاه وعلاقتك معاه دي أهم بكتير قوي من المذاكرة ومن الامتحانات ومن كل حاجة ربطت الامتحانات بطاقة أو بطاقة سلبية أو بدغوط بحسست الطفل من وهو صغير إن الامتحان ده يعني زي ما المسأل اللي بيقول يوم الامتحان يكرم المرأة أو يهنف أنا محسسه إن أنت الامتحان ده أنت تساوي الامتحان فبالتالي ممكن الطفل يكون عارف الإجابة كويس جدا يجي يخش وقت الامتحان يفتكر الألم يفتكر إن ماما هتتدايق يفتكر إن بابا هيدرب هيلومني هيقطمني بالكلام ما يحلش حاجة ما يحلش حاجة صح وده بنشوفه بشكل كتير اللي هو هو الولد شاطر جدا مثلا بس هو توتر توتر من إيه بتلاقي حد يا أهله يا المدرس اللي هو أنت لازم تجيب الدرجة النهائية أو الحاجات التانية ورده اللي عايز سأل حضاك فيها فكرة التحفيز اللي هو أنت بس جيب عشرة من عشرة عشان أجيب لك الحاجة اللي أنت كنت عايزها فهو بيبقى داخل هو مشتت هو عايز الحاجة فمش دايما بحس أن ده شكل التحفيز كويس لأنه تركيزه بيروح للعربية اللي هو عايزها ولا اللعبة اللي هو عايزها وخلص وما بيحلش كويس في الامتحان فبيطلع هو خايف من بابا وإذا علان أنه هو ما جلوش الهدية بصي هو إحنا عمتا عندنا برضو مشكلة كبيرة جدا في موضوع التحفيز إحنا عندنا هنا بنحفز بعض بإن إحنا نقارن العيال ببعض يعني بص اللي هو إحنا أول حاجة إحنا بنحفزه إن إنت هتقارنه بحد تاني أو بابن خالته أو إنت للوقت بقى هيتحفز بقى وهيقوم يذاكر وهيقطع الدنيا أحيانا ده بيحصل بس بنسبة قليلة جدا وبيبقى الطفل ده بيحاول يثبت لهم إن أنا مش كده وبعد كده يفضل إحساسه بالفشل مستمره طول عمره صح تمام حتى لو نيجح يعني ولكن إحنا بنحفز إحنا بنحفز عن طريق المقارنة إحنا بنحفز عن طريق إن أنا أحرمه إحنا بنحفز عن طريق إني أنا أسبه إحنا بنحفز عن طريق إن أنا أقطمه فدي مش طرق تحفيز دي استحالة تكون طرق تحفيز لبني قدمين يعني فعمره ما هو يتحفز كده طب إيه الطريقة المصلة بقى؟ الحاجة الحلوة الشكل السليم اللي أهل بيه للمتحانات أول اللي تعامل بيه في المذاكرة عمتا يعني وهستعين بحد تمام بس عمتا أنا الكلام اللي أقوله كلام اللي ما أقولهوش الحاجات دي كلها بس إحنا أهم حاجة اللي بتحفز الأطفال واللي بتحفز نحنا كلنا العلاقة فكري فيها كده أنا عايزة أخس ومش عارفة أخس حبيت أخس أخس أنا حسب لو حلوة أخس أنا لو حبيت خلاص أنا لو حبيت أنا هعمل أي حاجة علشان اللي أنا بحبه ده لأن في علاقة طيبة بيني وبينه هو قابلني زي ما أنا وبيشجعني وبيحفزني وبيديني طاقة حب فأنا أهم حافز للأطفال هو علاقة طيبة مع بابا وماما وبيت هادي بيت ما فيهوش مشاكل يعني برضو من ضمن الحاجات أنا دايما أقول للأب والأم لما بيكونوا بيتخنقوا مع بعض يعني لو مضطرين تتخنقوا مع بعض وحبينوا مش قادرين تستغلوا عن الخناء فقضت النوم أه ما توصلش للأطفال أبدا أبدا ما توصلش للأطفال فلأن أنا قاعد في بيت البيت ده أصلا فيه توتر البيت ده إحنا بنتخنق قدام العيال العيال بقى متخيلة إيه إن أنا السبب في الخناءة طبعا بيحس بالزنب البيت بالنسبة له أصبح غير آمن عنده إحساس بالتهديد إن هو ممكن يسيبه بعض في أي لحظة وده بيحصل تهديد اللي يعني لما بنتخنق ممكن تلاقي مثلا الزوجة هددت أو الأب هددت فالحافز الأكيد اللي أنا بقولك سحري مش محتاجة تعملي أكتر من إن أنت يكون عندك علاقة حلوة مع أولادك طب العلاقة الحلوة دي بتيجي منين اللاقة الحلوة دي بتيجي من إن أنا أولا بتواصل معهم طبعا ما فيش بقى ضرب ولا تهديد ولا مقارنات ولا عمف ولا ولا أي نوع من أنواع الإزاء النفسي أو الجسدي أبقى معاهم واحدة واحدة عشان برضو في شكوى عشان همش هزين نبقى إيه منفصلين عن العلام الواقعي بتلاقي أمهات برضو يا حبيبي ويا بابا وإنت الغالي وإنت القلب وإنت المش عارف إيه نتذكر دي وحنعمل وتلاقي هو في شقاوة مش طبعية أو في بلع عارفة إيه؟ أو عارف إن موها مش هتزعلني فأنا إيه كده أو عارف إن طالما إحنا كمان منتكلم على المرحلة المتقدمة سنوية عامة وكده فأنا عارف إنه إيه؟ أهلي مثلا معهم فلوس هما كده كده هيدخلوني جامعة خاصة فأنا كده كده مش هزاكر مثلا فأه ماشي وحخدهم على قد عقلهم وخلاص فبرضو إحنا عايزين ندي نصيحة الأولية لأمور عشان إيه؟ صح بص إحنا في عندنا منهج في التربية منهج في التربية سهل جدا وبسيط جدا وأي حد في الدنيا يمكن يطبقه بسهولة وعملي جدا التربية تلت حاجات ماشي تلت دواير مع بعض كده لو هما لو أنا جبت التلت دواير دول دخلتهم فبعض هيددوني حتة في النص كده هي دي التربية الصحيحة السليمة اللي اتطلع عيال أولا هم محبوبين هم حاسين أن هم محبوبين رقم اتنين هم عارفين الصح والغلط رقم تلاتة هم عندهم انضباط زيتي داخلي تمام؟ الأول حاجة أول دايرة هي الحب إن أنا إزاي أوصل حبي لولادي بطريقة سليمة وده مش معناه تدليل ماشي عشان فيه ناس فاكرة أن التربية مثلا التربية الإيجابية دي إن أنا سيب العيال تعمل اللي هي عايزاها وتتكلم بروحتها وتلبس اللي هي عايزاها خالص خالص دا اللي انت بتقولي عليه دا دا اسمه تدليل دا اسمه دلع دا اسمه سيبان دا اسمه إهمال لكن الحب دا معناه إن أنا أوصل رسالة صحيحة لولادي بإن أنا بحبهم في كل الأحوان اللي انت كنت بتحكي من شوية تعالى يا حبيبي علشان أنا نذاكر علشان مش عارفين أنا مش عايز الحب دا مرتبط بوقت المذاكرة ما هو العيال بتفهم برضو أنت بتعملي كده ليه هي فهمة أصلا إن انت في الطبيعي بتزعائيلي وبالطبيعي انت مهملاني بتحبيني دلوقتي ليه يعني فأول حاجة الدائرة الأولينية هي إن أنا إزاي أوصل لولادي الحب بطريقة حسية سمعية رقمية بالوقت اللي أنا بقضي معيها الحاجة التانية والدائرة التانية هي القدوة أولادي مش هيحب المذاكرة لو أنا قاعد في بيتنا كأب أو أم أنا عمري ما فتحت كتاب أنا عمري أصلا ما هتميت بالعلم في بيتر دراكر بيقول إيه وده يعني أبو علم الإدارة في العالم بيقول إن المتعلم هو الشخص الذي تعلم كيف يتعلم ومستمر في التعلم أنا خلاص خلصت الجامعة بس لسه بدرس أنا خلصت الدكتوراه بتاعتي بس أنا لسه بدرس لإني تعلمت إزاي تعلم طب الجاهل بقى أنا عندي تعريف للجاهل هو الشخص الذي تعلم كيف يتعلم وتوقف عن التعلم فإحنا معظمنا كأباء وأمهات إحنا ما بنثقفش نفسنا فبالتالي أنا ما عنديش قدوة أصلا يعني أنا ما بشوفش أمي بتقرأ ما بشوفش أبويا بيقرأ ما بشوفهمش تمام فالقدوة أنا ابني هيعيش زي ما أنا عايش مش زي ما أنا عايز فهو مهم قوي إن هو يشوفني أنا عندي قدوة الحاجة التالتة هي القواعد هي الحدود مش معنى إن أنا بحبك مش معنى إن إحنا مش بنذاكر مش معنى أنا بحبك مش معنى إن إنت تعمل اللي إنت عايزه ولكن أنا عندي حدود وقواعد إحنا متفين عليها القواعد دي بتكبر شوية 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 لحد ما يبقى هو عنده الانضباط الذاتي الداخلي خلاص تنفيذنا للقواعد بقى ما بيجيش بإيه أولا ما بيجيش ولا بالضرب ولا بالنصيحة ولا بكل الكلام ده ولكن بيجي بالقدوة مع التذكير بالقعدة أكتر من مرة لحد ما في النهاية تبقى قانون في البيت صح زي ما دايما بيقولولنا إنه ما ينفعش تقول لابنك ما تكذبش وهو لما صاحبه يكلمه يقوله يقوله بابا نايم والحاجات دي كلها فدايما القدوة لازم تكون موجودة إحنا لسه ما يكملين وهنتكلم بقى أكتر عن مرحلة السنوية العامة وكيف هتتخطى الصدمة دي هنسمع كارول سماحة ونرجع تاني خليكم معنا أنتوا لسه مع الكتالوج مع سارة النجار على نجوم أفقام ونجوم أفقام تي في نجوم أفقام على كيف هتك لسه مكملين معاكو في الكتالوج ولسه معينا في الستوديو دكتور إيهاب ماجد استشاري الصحة النفسية وبنتكلم على سنوية عامة وقبل الفاصل كنا بنتكلم على أولياء الأمور والتأهيل ما قبل الامتحانات عامة وما قبل السنوية العامة فعايزين نتكلم بقى أكتر عن الحاجات الغلط أو الكلام الغلط اللي ممكن يتقلهم وتقبلهم للنتيجة يعني ممكن يبقوا عملوا كل حاجة صح بس النتيجة ما كانتش أحسن حاجة فيتقبلوا الموضوع إزاي ويتعاملوا إزاي بشكل ما يقصرش على الأولاد سلبية فسوى المشكلة بتبقى في الأباء والأمهات بتبقى إيه إحنا غالباً بنحاول إحنا أول حاجة بنحاول نحقق أحلامنا اللي إحنا محقق نهاش في أولادنا صح فتلاقي مثلاً أن الأب كان نفسه يخش كلية هندسة ما دخلش فعايز ابني يخش كلية هندسة أول أب مهندس فعايز ابنه يطلع مهندس أول أب طبيب فعايز ابنه يطلع طبيب فالفكرة ان احنا 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 كاباء وامهات احنا بنحاول نحقق احلامنا اللي احنا معرفناش نحققها في اولادنا ده رقم واحد الحاجة التانية ان احنا برضو للأسف احنا بنقيس نجاح الاولاد كأنه نجحنا وفشل العيال كأنه فشلنا فانت بتقيسي ايه؟ او انت بتقيس نجاحك او فشلك انت مع ان الموضوع ما لهش علاقة بيك انت مفروض ان انت بتعمل اللي عليك وفي النهاية هي اسمها ايه اسمها نتيجة هي اسمها نتيجة نتيجة ايه نتيجة معناها نتيجة افكار نتيجة سلوكيات نتيجة تصرفات نتيجة حالة نفسية انا كنت فيها نتيجة حالة اجتماعية انا كنت فيها هي في النهاية نتيجة نتيجة افعال انا بعملها تساوي في النهاية نتيجة فانا كابا او ام مفروض ان انا اعمل ايه مفروض ان انا افهم رقم واحد ان النجاح في الحياة ملوش علاقة اطلاقا بالسانوية العامة في بقى دراسة بتقول ايه عشان برضو الناس دي تبقى عندها وعي احنا مش بنقول كلامه خلاص احنا لما عملوا دراسة على اسباب النجاح في الحياة لقوا ان 85% من اسباب النجاح حاجة اسمها الزكاء العاطفي او الزكاء الاجتماعي حل؟ يعني انا عشان انجح انا محتاج 85% زكاء عاطفي ايه هو الزكاء العاطفي ده؟ افهم نفسي افهم مشاعري اتعامل مع نفسي افهم مشاعري اللي قدامي اتعامل مع اللي قدامي ابقى فاهم انا اهدافي ايه فاهم رسالتي ايه انا بشتغل ازاي انا فاهم نفسي الاول وفاهم الاخر اللي حوالي حل؟ حل 15% معتمد على المهارة العلمية او المهنية يعني انا دلوقتي مسلا طبيب اوكي انا محتاج 15% معلومات علمية لها علاقة بالطب و85% من نجاحي معتمد على الزكاء الاجتماعي والزكاء العاطفي حل؟ فانت لعيب كورة نفس القصة انت 15% فيه لعيب كورة بيبقى سلوكياته سلبية جدد مابينجحش صحي مابينجحش ما بقاش لي شعبية وده اللي بيعمل الفرقات الفردية ما بين ناس انه بنشوف ده كترة كثيرة جدا بس هو ده شطر قوي او ده عارف يتعامل مع المرضى بتوعه بشكل كويس والحاجات دي كلها اللي بيعمل هو ده اللي بيعمل له بقى الاسم هو ده اللي بيعمل له الشهرة هو ده مش المهارة العلمية لانه ممكن يكون فيه اشطر منه بكتير بس هو بيعرف يقابل الناس بيعرف يريحهم بيعرف يتكلم معاهم دي مهارة مش موجودة عند كل الناس بس احنا ينفع ان احنا نعمله نكتسبه فلازم انا كابا ام افهم ان النجاح في الحياة ملوش علاقة بالسنة العامة انت لما بتروح تعمل انترفيو ما بيقولكش انت كنت جايب كان في السينس في اعدادي صح ما بيقولكش انت كنت جايب كان في الماس صح احنا بيقولك وريني مهاراتك انت بتعرف تعمل ايه انت هتقدم للشركة ايه وريني اللغة اللي موجودة عندك وريني انت بتتعامل ازاي مع تكنولوجيا وريني تفكيرك بتتعمل وسط فريق عمل ولا لا بتعرف تشتغل وسط الناس ولا لا انت عندك ابداع ولا لا بتعرف تحل المشكلات ولا لا هذه المهارات اللي انا محتاجها صح وخصوصا انه بيبقى فيه ناس هو اه جاب مجموع كبير ودخل الكلية اللي اهله عايزينها او هو حتى عايزها بس ما عندوش نقطة الزكاء الاجتماعي او العاطفي فانت بتشوف ناس هي شطرة او حتى اللي دايما بيبقى بيتقال عليهم ان هو دحيحة الدفع هو دحيح هو قاعد مسلا لوحده ما بيتعملش بس هو يكتب احسن ملخصات هو جايب اعلى اه درجات واعلى تقدير بس هو كتعامل مش بيبقى كويس فمتلاقيه لما بيخرج لسوق العمل نا هو انا ايه طب انا عايز اقولك على حاجة بجد يا سورة يعني ان انت دواري على اوائل السنوية العامة بتاعت السنين اللي فاتي هم فين صح هم فين صح ايه معظمهم اه بقواوا معاديين صح فهو الفكرة مش انا جايب كان في السنوية العامة انا بقى هنا بقى لو تعالي لنا التخيل بقى كل الناس جابت مجميع عالية جدا اوكي وكل الناس عايز تخش كل الطب وكل الناس ايه طب معلش هم احنا عان لما يبقى عندنا مشكله واعيزين محامي نروح لمن اه طب احنا لو احنا كل الناس طب بقية المهن دي هنعمل فيها ايه? طب اه اه انا انا هعيش حياتي ازاي من غير بقية المهن. انا مش مهم دخلت كلية ايه? مش مهم انا جبت المجموع ايه? بس انا مهم ان انا انا داخل الكلية دي على حسب مش مجموعي لان احنا برضو عندنا مشكلة تانية. احنا بنستخسر المجموع. كنت لسه هقول له حضرتك ده. انا اعرف ناس هو مسلا كان عايز يدخل صيدلة. تمام? وجاب مجموع كبير اعلى من صيدلة. طب انا ليه مدخلش اسن مسلا. ايه هو بيستخسر. اه هو انا جبت مجموع كبير اه هو رايح اشتري حاجة. اه هو انا ما انا معي فلوس ما اشبر على نفسي بقى. ايه المشكلة وتخلى تماما عن الهدف اللي هو عايزه او الحلم اللي هو عنده. بس عشان انا جبت خلاص. احنا بقى احنا هنا كطلبة بقى بنعمل احنا يما بنخش كلية علشان احنا جايبين مجموع عالي. احنا داخلين كلية و احنا مش عارفين اصلا هي دي مستقبلها ايه ولا شغلها ايه بعد كده ولا ايه? ايه صعوبات احنا داخلين كلية علشان نرضي بابا وماما. احنا بنخش كلها عشان نرضي بابا وماما. انا عايزك تدور على ايه? انا عايزك تدور على ميولك. انا عايزك اول حاجة تبص كده. هو انت بتحب ايه? ام. هو انت نفسك تعمل ايه? احنا في النهاية لما بنكون يعني انت في النهاية بتدور على تلات حاجات. اوكي? يما بتدور على فلوس. ماشي? يما بتدور على مكانة اجتماعية. يما بتدور على خدمة الناس. ام. انت مش بتعمل حاجة في الدنيا. انت اي شغل انا انت دخلها عشان التلات حاجات دول. والتلات حاجات دول انت تقدر تحققهم من اي مهنة. صح. من اي مهنة. ماشي? ان انت تقدر تعمل فلوس من اي مهنة. انت تقدر تعمل مكانة اجتماعية من اي مهنة. لانه ده ملوش علاقة بالمهنة ولكن ليه علاقة بالشخصية اللي هي في المهنة. انت تقدر تساعد الناس من اي مهنة. النهاردة انا عايز اخش كل الطب. ما جاتش كل الطب. طب ما انا ممكن اشتغل في التوعية. ام. مش لازم مش لازم اروح اعالج الناس. ما انا ما ما خلهمش. عالجهم اه بشكل تاني. ما خلهمش اصلا يعيوا. اه. ما انا ممكن اشتغل في حتة تانية خلص في خدمة اجتماعية في التوعية. طب بما ان احنا دخلنا في النقطة دي بقى وحنرجع تاني اللي احنا كنا متكلم فيه. لو انا طالب دلوقتي بيسمعنا كده هو كان عايز هندسة وما جاتش هندسة. يبتدي ازاي يفكر انا ميولي التانية ايه? انا ممكن اعمل ايد الوقتي. اه. انا بحب ايه لانه هو ممكن يبقى مش بس عايز هندسة علشان اه رضى اي حد او عشان كلية اتقن ما او اي حاجة هو بيحبها. فانا ما ايه البديل? ابتدي حدد الموضوع ده ازاي في التشطر. طيب. اول حاجة انا لازم اسأل نفسي هو انا عايز كلية الطب ليه? كنت عايز طب ليه? حل. هل انا كنت عايز اردي او يا امي? هل انا شفت فيلم وانا صغير اقتنعت بان الدكتور ده هو الحد اللطيف اللي انا عايز ايه. انا عايز ليه هندسة? انا عايز ليه هندسة? حل? ده رقم واحد. الحاجة التانية اني انا مربطش حياتي بالحاجة اه بالهندسة او بالطب او باي كلية. انا بقول ايه? انا حتى في حياتي انا الشخصية بعمل ايه? انا بحط هدف لحياتي. الهدف ده فيين? الهدف ده في المستقبل. الهدف ده مش موجود هنا. رقم واحد انا مش متعلق بالهدف. يعني ايه? يعني انا قادر اعيش دلوقتي بدون الهدف. مم. مم. وقادر ان انا اعمل كل الالتزامات بتاعتي وقدر ان انا اكون مبسوط وقدر ان انا استمتع وقدر ان انا اشكر ربنا باللي انا موجود فيه ده دلوقتي. مم. بس انا بسعى للهدف ده بخطوات معينة. مم. بس بقول ايه؟ انا عايز الحاجة دي او الافضل. يعني انا عايز كلية طب او الافضل. انا عايز كلية هندسة او الافضل. الافضل ده مش معناها ان هي تكون هندسة. الافضل ده ممكن يكون اللي ربنا عايزني فيه تكون خدمة اجتمعية. الافضل ده ممكن تكون حقوق. بس انا بشتغل على ان انا اعمل ايه? انا بشتغل على اني انا اجيب هندسة. مجليش هندسة. يبقى ان اللي جايلي بقى ده هو ده الافضل بالنسبة لي. وتعمل على الاساس ده. انا بشتغل على اساس ان انا اجيب العربية الفلانية. او الافضل. فتأكد ان اللي جالك ده هو ده الافضل. ليك في المرحلة دي في حياتك. فانا بحط الاهداف دي بس بحطي جنبيها كده ايه او الافضل. عشان ده لو مجاش انا مش متعلق. يعني ايه متعلق? يعني انا متخيل ان الحياة هتقف لو ما وصلتش للهدف ده. صح. ان انا حياتي اتدمرت لو ابني ما دخلش كلية دي. ودي المشكلة اللي كل الناس دلوقتي فيها دلوقتي ان هو انا مش حدث غير هدف واحد. هو لو ما اجبش الكلية دي خلاص بقى. نعمل ايه بقى في التعلق ده? اسهل طريقة للتعامل مع التعلق سواء كان في العلاقات سواء كان في في شغلي سواء كان في اهدافي في سنوية مع ولادي. حط بدايل. تخيل كده ان اللي انت عايزه ده مجاش. هتعمل ايه? ايه البديل بتاعه? فانا لو انا عندي بديل انا فكت التعلق. خلاص انا بشتغل على ان انا اوصل للهدف انا ما قلتش ان انت متشتغلش. على ان انت توصل للهدف. اشتغل على انت توصل للهدف. ولكن او الافضل وعندي بديل. فده يكون من الاول يعني من قبل نتيجة بتاعته ومن قبل الامتحانات يبقى زي ما هو حاطت هدف انه هندسة او طب او كده يبقى حاطت بدايل تاني. والافضل او الافضل انا دايما بشتغل على الافضل لان احنا احيانا ممكن بنعمل كل حاجة مزبوطة حسب الكتالوج ما بيقول. مم. وبعدين تلاقي نفسك دخلت في حتة تاني انت مكوتش حاسبها. صح. ممكن تبقى الاحسن لك. وتكتشف ان هي بعد كده هي دي الافضل لك او هي دي السكة اللي ربنا عايزك تمش فيها. لان خدي بالك ان كل واحد فينا ربنا اه حاطت جواه كده ميل. حاطت جواه حتة كده. الحتة دي انت فيه حتة جواك بتغدم بيها ناس تانية. والحتة دي هي اللي انت هتبقى درسالتك فيها. فانت ممكن تلاقي نفسك شغال في كل حياتك لمدة عشرين تلاتين سنة او انت هدفك حاجة واحدة. مم. وبعدين تكتشف ان انت بعد ما بتوصل لده او حتى ما وصلتلوش ان انت روح تماشي في طريق تاني خالص انت مش عامل حسابه. تأكد بقى ان الطريق الجديد ده هو دي الرسالة اللي ربنا اوجدك في الحياة من اجلها. طيب وطريقة التفكير دلوقتي لو هو انا في في الصدمة دي او انا ما كنتش حاطت انا مش عايز اقول لهم دي صدمة. اصلا اي انا بحس بحس دايما ان هي صدمة. لو حد وخصوصا للناس اللي كان اه يعني هدفهم حاجة كبيرة مسلا. لانه في ناس بيبقى انا عايز اجيب مجموع كويس. فالصدمة بتكون اقل. اما لو في حد هو اماله كلها زي ما قد نتكلم انه هو طب. فما جاتش. ومش حاطت بدايل ولا الافضل ولا اي حاجة. فانا انا قاعد مش عارف عامل ايه. يا اهلي قررولي. يا يا صحابي يقولولي عامل ايه. مين رايح فينا انا هروح معاه. فازي نتفادى تشتت الافكار اللي بيكون موجود للاهالي وللطلبة في الوقت دا انهم مش عارفين يعملوا. بس انا علشان اختار انا علشان اختار كلية معينة يعني. اول طبعا حاجة ان لازم انا بيني وبالنفس كده ابقى متأكد ان دي ولا صدمة ولا دي اي حاجة انت عملت اللي عليك. لو انت عملت اللي عليك فعلا وانت حاسس ان انت عملت اللي عليك وفي النهاية انت ما جبتش الكلية اللي انت كنت بتحلم بيها. اعرف ان الطريق ده هو الافضل بالنسبة لك. حل. تمام? هتكتشفه زي ما انت قلت في بداية الحلقة ان احنا احيانا بنكتشف ده بعدين. فانت اخد من خبرة الاخرين ان فعلا هم اكتشفوا ان المشكلة اللي كنت انا بعاني منها دي اصبحت خير. فانت اعرف ان انت هتبقى هتعرف الخير ده فيما بعد. تمام? ده رقم واحد. الحاجة التانية لو انا دلوقتي عايز مش عارف انا هخش كلية ايه. انا محتاج ان انا اعمل ايه? انا محتاج ان انا اسأل ناس في الكليات اللي انا حاطت عيني عليهم. حل. انتو بتشتغلوا ايه? هتشتغلوا ايه بعد كده? اشوف مثلا خريج لكلية معينة. انت اشتغلت ايه? اه طب انت ايله ايه المشاكل اللي وجهتك في الكلية? طب ايه الحلو اللي موجود في الكلية دي? طب ايه فرص العمل اللي موجودة بعد كده? من ضمن الحاجات المهمة جدا ان انت لازم تكون بتعملها حتى قبل ما تخش السنوية العامة او في بداية سنوية العامة ان انت تبقى فاهم هو السوق بيتغير ازاي? صح جدا. يعني هو انا هو الشغلانات اللي مطلوبة دلوقتي بقت ايه? ام ام. علشان انا ابقى عارف انت ممكن تكون انت حاسس ان انت معلش يعني هقولك على حاجة بامانة يعني كلية الطب النهاردة الاطباء بيعانوا. تحقيق. الاطباء اللي هم بالفعل دكاترة يعني خلاص بيعانوا. تحقيق. بيعانوا ماديا وبيعانوا في مشاكل اه من المجتمع وبيقول لك يا ريتني انا ما كنت دخلت كلية الطب. صح. لما تروح تسأل بقى. سوق العمل دلوقتي. هو سوق العمل محتاج مين? محتاج ايه? اه ايه المشاكل اللي هتقابلك في كلية الطب? انت عندك استعداد تقعد تشتغل كام سنة من غير ما تكسب زي ما انت متخيل من الطب يعني? انت عندك استعداد تشتغل كام سنة? وتتعب قد ايه علشان في ان هي توصل للي انت عايزه. طب هل في بدايل تانية ولا ما فيش بدايل تانية? في طبعا بعض الاختبارات الكتيرة اللي موجودة على الانترنت اللي انت بتحدد بيها المساري المهني. زي ايه بقى? او يكتب ايه? بيكتب اختبارات تحديد المساري المهني. تمام? بيخش بقى فيه طبعا فيه حاجات منها مدفوعة وفيه حاجات منها مجانية. حالة. وفيه حاجات بتتعمل في مكاتب في مصر وفي مراكز يعني. بيخش بقى يسألك بقى بيجي ميت سؤال كده عشان تفهم في النهاية هو انت ميولك ايه? انت ممكن تشتغل في ايه بعد كده? انت ممكن تخش كلية ايه بعد كده? احنا للاسف ما عندناش ده على فكه ده معمول في دول العربية كتير. ان انت بتخش على بتاع الوزارات بتعمل الاختبار ده. اه علشان تعرف انت عايز تروح فين وتجي مين. عشان تبقى ناجح فين اكتر. تحديد المستوى المهني. اختبار تحديد المستوى المهني. تحديد المصاري المهني. المصاري المهني. تحديد المصاري المهني ده على جوجل عشان يساعد اي حد دلوقتي مشتت هو مش عارف يعمل ايه. احنا لسه اه مكملين. مكملين. نسمع اه اصالة ابعتولي على زيرو خمستاشر تسعة وخمسين خمسة وخمسين الف وستة. اي اسئلة تخص المرحلة دي مش عارفين اه تتعاملوا معاها. نسمع اصالة ونرجع تاني خليكم معنا. انتو لسه مع الكتالوج مع سارة النجار على نجوم افقام ونجوم افقام تي في نجوم افقام على كيفك. اه لسه مكملين ومعنا دكتور ايهاب ماجد استشاري الصحة النفسية. وعايزين بقى نتكلم اه على نقطة مهمة وفكرة ردود الافعال. يعني في سنوية عامة بالذات احنا بتلاقي لو في بيوت فيها سنوية عامة في بيت فيه زغاريت قوي. وبيت سويت وعيات وحاجات كده. فبتلاقي ردود الافعال من الطلبة او من اولياء الامور. اه فيها حاجة اوفر. يا اما اه عياط قوي. يا اما برضو لو حنرجع لنقطة الحب اللي احنا تكلمنا فيها. في حد بيبقى زعلان على زعلة تاني. يعني هو الابن او البنت زعلانة ان انا مفرحتش اهلي. والاهل زعلانين على بنتهم اللي اتكسر بخطرها واللي كانوا شايفين ان هي بتذاكر قوي وما وصلتش لحاجة اللي هي عايزاها. فالموضوع ده نحكمه ازاي عشان ما يبقاش في جو بقى من الكئابة احنا مش في قدينة. هقولهم كلمة واحدة بس اقوله تعرف تفرح. مش عارف. تعرف تفرح ان ابنك لسه الحمد الله قدامك وبصحيته وبكينه. تعرف تفرح بابنك وتعرف تفرح ببنتك. تعرفوا ان انتو تشكروا ربنا على النعم اللي موجودة عندنا. احنا ممكن نكون ما بنحسش بالنعمة اللي موجودة عندنا الا لما بتروح. فساعتا احنا بنقول يا ريتها كانت جات في العربية. يا ريتها كانت جات في الصوج. يا ريتها كانت جات في الفلوس. يا ريتها طب ما احنا عندنا دول. احنا عندنا احنا عندنا عندنا ولادنا. فاول حاجة انت لازم تفرحي بولادك مهما كان. ارجع تاني اقول لك ان اهم حاجة صحة ولادي النفسية. هو انا بابقى ناجح لما بابقى سعيد ولا بابقى سعيد لما بابقى ناجح. لأ انا بابقى ناجح لما بابقى سعيد. مش العكس. صح. فاهم حاجة ان انت هنا هتتعامني مع ولادك ايه? خلاص زي ما تيجي النتيجة. نفيش مشاكل ولا يهمك عادي ايه المشكلة يعني. فانا عايز عايز اوصل ده وانتي لازم تكوني مكتنع بيه ان هو الحقيقي فعلا انه. ايوة ما باش برسل. لانه بتبقى في اولياء امور هما بيقولوا الجملة دي وهو وشهم بيحمر بالكتر الغيز. بصي لانهاردة كان عندي طفل بيقوللي ده انا عندي طفل بيقوللي ده انا جبت اتنين وتمانين في المية وزعلان ومتدايق هو في اعدادي ودخل سنوي. اوكي. قلت له طب انت لو جبت تسعة وتمانين في المية هتقعد في الاول? امم. قال لي لأ. قلت له طب لو جبت التسعين في المية هتطول شوية? لأ طب ايه المشكلة يا حبيبي انت خلاص انت داخل السنوية العام? ايه المشكلة عادي يعني? بس ده هيرجعنا للنقطة اللي كنا بنكلم فيها اول الحلقة ان ممكن اهلو اللي هو انت لازم بتجيب تسعة وتسعين في ما هو طبعا ما هو ده المشكلة ان هما ربطين ان انا تقبلي لابني بالنجاح وبالدرجات. ام. ربطين احساسهم بالنجاح وبالفشل بالدرجات. فهنا انا عايز ااكد تاني للاب والام يا جماعة الحياة فعلا مش درجات. فانت لازم ده يكون طالع من جواك انا بشكر ربنا ان انا ابني كويسة انا بشكر ربنا ان انا بنتي كويسة. مش مهم الدرجات. ام. هيخش كلية هيعرف ينجح في المجال اللي هو هيختاره ايا كان المجال اللي هو يختاره يقدر ينجح. يقدر يكون رقم واحد في المجال. صح. طب انا لو ما دخلت ما ما فيش اعيال دخلت التمريد. هنعمل ايه? صح. طب ما فيش اعيال دخلت العلاج الطبيعي. طب هنعمل ايه? فاحنا عادي جدا يخش اي كلية. وينجح فيها. اي معهد. وينجح فيه. طيب بما ان بقى بنتكلم دلوقتي على النجاح ومش فضل اه وقت كتير. عايزين بقى نتكلم انه اكيد احنا بنقول على السنوية العامة مش النهاية. لانه في الناس اللي بتتعامل انه سنوية عامة دي خلاص كده. المجموع اللي انا هجيبه هو ده اللي مكمل معي ورسم حياتي ومستقبلي. فاحنا مش عايزين نتكلم بقى فده عايزين نقول انه السنوية عامة دي بداية. انت ابتديت خلصت مرحلة المدرسة. وده يخل لمرحلة جديدة بالشغل بسوق العمل. فيتأهل ازاي? لحد ما جابش الكلية اللي هو عايزها او حتى بقى في الكلية اللي هو معايزها. بس يتعامل ازاي? ايه الكورسات اللي ياخدها? يفكر ازاي? نخطط له بقى حياته كده نعمل له كتالوج بسيط للفترة اللي جادة. اول حاجة انا عايزة اقول لك ان ما فيش حاجة اسمها النهاية اصلا. يعني ايا كان المشكلة اللي انت موجود فيها دي مش نهاية. النهاية الوحيدة ان انا ربنا ياخدني. هي دي النهاية الوحيدة. تمام? هي بس دي النهاية. لكن غير كده مهما كانت التحدي اللي كان بيقابلك هو مش نهاية. حل? حل? فانت حط في دماغك ان احنا مش في النهاية خالص. ده رقم واحد. رقم اتنين بقى اي كرسي يجي قدامك فيه تنمية وتطوير خده. هل? اي اي حاجة هتنمي دماغك. هتنمي تفكيرك. ما تترددش. ما تقولش ان انا طب استنى لما خلص طب استنى لا لا ان احنا بنعمل ايه? احنا بنلاقي ان فيه ناس بعد ما بتخلص اللي اربع سنين بتوع الجامعة. هو ما عندوش اي مهارات. معلش انا انا عايزة اقولك ان كان فيه ناس بتجيلي خريجة جامعة. عارفة الخرامة بتاعة الورق. الخرامة بتاعة الورق. فديت مسلا لحد يخرام لي شوية ورق. فيجيب لك الورقة واحدة طلعة واحدة نزلة واحدة طلعة واحدة نزلة. هو مش فاهم اصلا ان الخرامة فيها حتة كده. هو مش فاهم هي دي بتاعتيه اصلا. اهل? ان انت مفروض تزبط الورقة عليها علشان كلهم يتطعوا زي بعض. مفيش. فابسط حاجة هي مش موجودة. عندوش مهارات. اصلا. فطب وانا ليه استنى لحد ما خلص الجامعة علشان انا ابدأ اخد مهارات من الحياة. فرقم واحد الكورسات التطوير الذاتي والتنمية الذاتية. طبعا كورسات الكمبيوتر والانترنت والحاجات ان انت تبقى فيه عندك عالم كده واسع جدا. احنا النهار ده اصبح كل حاجة بالانترنت وكل حاجة لازم يبقى عندك خلفية عن الحاجات دي. آآ الكورسات الانجليزة طبعا او اللغة انت لازم بيه برضو يكون عندك لغة قوية. حاجة مهمة تانية. تطوع. حلو? الصيف بتاعك ده ما يعديش عليك من غير ما تتطوع. تتطوع في جمعية تتطوع في مؤسسة تتطوع في شركة. قلوهم انا مش عايز فلوس. انا جاي بس اعمل ايه? انا جاي اشتغل مرمطون معكم. مرمطون انا بقولها كده. اشتغل مرمطون ليه? لان انت لما هتروح سوق العمل انت هيبقى قلوهم على فكرة انا عندي خبرة. الناس اللي يقول لك ايه? تماما بيطلبوا خبرة. ايوان. انا عندي خبرة اهو. مشكلة انا خرجت وعايز حد سنة خبرة ما انا عملتها. انا عملتها. عملتها انا اشتغلت تلت شهور في الحتة الفلانية واشتغلت الصيف ده في الحتة الفلانية. وتمرمط حتى لو ما خدتش فلوس. لان انت خد ما يساوي الفلوس اللي انت هتجمحها بعد كده. الخبرة هي عبارة عن الناس اللي بتقول لك الخبرة. الخبرة هي عبارة عن مجموعة من المعلومات متنظمة مع بعض. الخبرة مش مش مجرد ان انا نزلت بس لشغل. ما انت ممكن تنزل شغل وما تاخدش خبرة. صح. لا انا بلم معلومات اثناء الحياة. اثناء شغلي. عشان كده بنلاقي النهاردة في شركات عالمية شوية اطفال كده صغيرين لست عندهم عشرين واتنين وعشرين وخمسة وعشرين سنة. وبيديروا اقسام. مم. بس هما لا هما مش اطفال هما عندهم خبرة عالية جدا لان الخبرة عبارة عن ايه? عبارة عن معلومات. صح. انت ممكن يبقى عندك خمسة واربعين سنة وشغل في شركة وانت معندكش خبرة. مم. ففانا هيخد الخبرة دي اسناء الكلية بتاعتي. انا متعامل بالخبرة السنين السنين للشغلة مش اكثر. لا هي الخبرة انا لميت معلومات اد ايه? مم. اثناء العشر سنين. انا باعرف ايه? اثناء العشر سنين. مم. النهاردة اللي بيعرف اكتر هو ده اللي بيتحكم في العالم. النهاردة العالم اللي بيتحكم فيه مش الاسلحة. مم. مش المال. المعرفة. صح. فاللي عنده معرفة عنده قوة. واللي ما عندهوش معرفة ما عندهوش قوة. فكرشات التطوير الذاتي والتنمية الذاتية هتعرفك بنفسك. هتعرفك بامكانياتك. هتعرفك تعرف تاخد قرار. تعرف تحل مشكلة. تعرف تتعامل مع الاخرين. بالزبط هيتعاملوا ازاي او هيعرفوا ازاي الحاجات السلبية اللي هتبقى حواليهم لانه من اول من اول سنوي لو انا عديت مرحلة الاهل وده اللي كنت مركزين عليه النهاردة. فيه الناس بقى اللي هي خلته وطنت وجارتنا وصاحبي والشخص اللي انا هشوف في الجامعة اللي هو ايه? يا عم هو في حاجة من دي بتحصل يا عم انت كده فاشل يا عم انت كده مش عارف ايه. ازاي برضو ان هما يقللوا من الموضوع ده او ما يخلوش. صح? بسهولة يعني. اسهل حاجة خالص يعني. اسهل حاجة خالص ما تسمعش. ما تسمعش. انت ما عملش. انت لو روح تقعدتي مع واحد نجي. هيقولك ايه? هيقولك انت تقدري تنجحي. حل? مم. لو روح تقعدتي مع واحد فاشل هيقولك ايه? انت هتفشل. انت هتفشل. فهو اللي بيقولك انت هتفشل. واللي بيقولك انت مش هتقدر. واللي بيقولك هو بيدي لك خبرته. هو بيدي لك استراتيجيته هو. مم. فانا بالتالي انا لا انا اي حد يقولي ان انا هفشل. لا انا مش هسمعه. مش هسمعه. لان انت لو قعدت مع كل الناس اللي ناجحين بلا استثناء. لو قعدت مع اي واحد ناجح في اي مجال. يقولك حاول. لا انت هتقدر. كرب. روح. تعالى. خد الخبرة. اشتغل ببلاش مش مشكلة في البداية. بس انت حط عندك حاجة ان انت بتاخد خبرة. فالناجحين دايما بيدوا لك استراتيجيتهم النجحة. بيدي لك خبرته. لكن اي حد بيحبطك اعرف ان هو محبط وهو فاشل وعنده ضغوط وعنده. محتاج دكتوره. هو. هو. لكن لو ناجح هيقولك انت هتنجح. احنا محتاجين ان احنا فعلا كتير مننا محتاج تغاضى عن التعليقات السلبية. تغاضى عن كلام خالتك وكلام ستك وكلام امك. اي اي اي. اي اي ان كان كلام السلبي. اللي حواليك. انسى. انسى. نصيحة زهبية في الاخر. خلصنا خلاص. اخر حاجة ممكن تقولها لطلوب سنويا عنه. النجاح هو عملية نمو مستمر في كل جوانب حياتك. وليس الوصول لاهداف معين. النجاح ان انت تكون بتنمو. انا النهاردة احسن من ابارح. انا بكرة احسن من النهاردة. في كل جوانب حياتي بقى. واعرف دايما ان انت عندك احنا كلنا عريبا عندنا تمن انواع من انواع الزكاءات. انت الزكاء بتاعة الدراسة ده بيقس حاجتين. ام. الدراسة بتقس حاجتين. بتقس الزكاء اللغوي. بتقس الزكاء المنطقي. غير كده في حاجات كتيرة جدا الدراسة مش بتقسها. فانت ممكن ما كنش شاطر في المدرسة. وما كنش شاطر في الكلية بتاعتك. لكن انت في حتة تانية خالص. فيه ناس بتحب الطبيعة. شاطرين في التعامل مع الطبيعة. فيه ناس بتحب المزيكة. شاطرين في التعامل مع المزيكة. فيه ناس بتحب آآ ممكن يكون بيحب التفكير اصلا. فيبقى شاطر في التفكير والزوائر الاجتماعية. فاحنا عندنا زكاءات. يكتشف نفسه ويكتشف. عندنا زكاءات كتيرة. اللي عنده. دكتور ايهاب ماجد استشاري الصحة النفسية والاشادي الاسري والتربوي. انا بشكر حضرتك جدا. شكرا لك يا سارة. نورتنا وبشكرك على آآ نصايحك جدا. وآآآ يا رب النهاردة الحلقة تكون آآ عجبتكم واستفدتوا آآ منها. ولكل الناس اللي بتشوفنا عندهم سنوية عامة. وهم في سنوية عامة آآ مبروك اول حاجة للناس اللي طلعت نتجيتهم بغض النظر هي ايه? والكلام اللي قلناه كله ان كل حاجة هتجي لك هي الخير وهي الحاجة اللي مكتوبة لك. ولو انت ناجح ولو انت في دماغك حاجة عايز تحققها ان شاء الله هتوصل لها وان شاء الله هتحققها واتمنى ان كل حد بيفكر في اي حاجة لو عنده اي حلم ان شاء الله يقدر يوصل له. آآ هشوفكم الاسبوع اللي جاي. فحلقة جديدة من الكتالوج. الاعادة للحلقة دي بتكون يوم الجمعة الساعة تمانية بالليل. خليكوا دايما نقفل الكتالوج على نجوم افقام ونجوم افقام تيفي. باي باي. كنتم مع الكتالوج مع سارة النجار على نجوم افقام ونجوم افقام تيفي. نجوم افقام على كيفك.